مبارح شفنا الشعب المصري بيقدم الدعم لأشقاءنا في غزة من خلال مبادرة إنسانية للتبرع بالدم هذه المبادرة انتشرت بشكل كبير جدا في كل المحافظات استطفى فيها المواطنين طوابير قدام القوافل ومراكز نقل الدم الهدف من دقيقين هم يتبرعوا لي أشقاءهم في غز صحيح يا شهزي الحيم كان البداية كانت تحت شعار كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين وده كان عنوان الحملة الشعبية لأطلقها التحالف الوطني لعمر الأهلي من أجل التبرع بالدم لأشقاءنا في فلسطين ضمن حملة شعبية كبيرة انطلقت مبارح بعد صلاة الجمعة في كل محافظات الجمهورية تحالف الوطني لما أعلن عن هذه الحملة قال إن انطلاق الحملة وتنفذها جاء بعد التوجيهات اللي أصدرها سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة بكل تأكيد الدولة تقدر حجم الغضب والحزن الشعبي ولذلك شفنا هذه المبادرة المهمة جدا التبرع بالدم لأخواتنا في فلسطين هذا ما نملكه إن احنا ندعالهم إن ربنا يحفظهم ويقويهم وفي نفس الوقت نقوم إن احنا نتبرع بالدم من خلال هذه المبادرة ده بيتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق والهدف من ده هو التخفيف عليهم من حدة أحداث العنف اللي قادت لسقوط عدد كبير جدا من الشهداء والمصابين الحملة كمان شاركت فيها مؤسسة حياة كريمة في كل محافظات الجمهورية تحت مظلة التحالف الوطن صحيح يا شازلي أيضا دعت المواطنين بالمشاركة ومش بس كده الحقيقة يمكن كمان الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت مبادرة أخرى للتبرع بالدم هتبدأ إن شاء الله يوم الحد اللي جاي وأكدت الأكاديمية عن تضامنها مع القضايا الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية مرة تانية طبعا أعتقد إن كل مواطن فينا حيام مش بس يعني نفسه إن هو يقدم الدعم نفسه يقدم كل اللي يقدر عليه شايفين حملات كبيرة جدا إن كان حتى على مواقع التواصل الاجتماعي اللي حتى قادر إن هو يشارك بكلمة أو بنشر وعي أو حتى إن هو يقدر يشرح القضية الفلسطينية ما فيش حد الحقيقة متأخر ويمكن ما يحدث فيه فلسطين حقيقة أثقل قلوبنا جميعا وأهمها وقلوبنا ودعواتنا مع كل أهالينا وأخواتنا في فلسطين ربنا يرحم يا رب كل الشهداء ويعني كمان تمانياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين صباح العزة على فلسطين وصباح الخير يا مصر